اختتمت جمعية تنمية المرأة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بنظام إدارة الحالة للأطفال نظمها مكتب شؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوى بدعم من منظمة اليونسيف استهدفت الدورة 34 مشاركا من الجهات ذات العلاقة من 5 مديريات تلقوا فيها المعارف الأساسية المرتبطة بنظام إدارة الحالة للأطفال المشردين وكيفية متابعتهم وتقديم الرعاية لهم وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق دعم منظمة اليونسيف لمكتب شؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ومساعدته على إرساء قواعد النظم الأساسية لإدارة الحالة مشددا على ضرورة تقصي الحالات المستهدفة والعمل على حماية حقوق طفولتهم من مختلف الانتهاكات من جانبه أوضح مدير الشؤون الاجتماعية عبدالحق صالح استفادت أكثر من خمسة وستين مشاركا من برنامجي التدريب الأول والثاني الذي نظمه المكتب مؤكدا استعدادهم لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية في المديريات المستهدفة وعلى مدى أربعة أشهر متتالية ترجمة نانسي قنقر